فيما يجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا مرة جديدة لبحث خطط التدخل العسكري المحتمل في النيجر أكد مفوض الأمن في المجموعة عبد الفتح موسى أن المجموعة ستعمل على استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل سبول المتاحة قال خلال اجتماع لقادة جيوش دول غرب إفريقيا إن المجلس العسكري في النيجر يتظهر بأنه مستعد للمحادثات بينما يسعى لتبرير الانقلاب وتثبيته كما شدد على أن قوة إكواس جاهزة للرد إذا فشلت جميع الحلول الأخرى مفوض إكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن قال إن معظم أعضاء المجموعة مستعدون للمشاركة في القوة العسكرية للتدخل في النيجر ولكنه استثنت دول الخاضعة للحكم العسكرية جاهد فيما دعت الخارجية الألمانية لاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكرية وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس أن وزيرة الخارجية نالينا بيربو كجرت في الأيام الأخيرة محادثات بشأن النيجر مع شخصية عدة بينها نظيرتها الفرنسية ونظيرها الأمريكي وأضافت أنها تباحثت مع نظيرتها الفرنسية كاترين كولونا ونظيرتها الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن النيجر ترجمة نانسي قنقر ما ينسونه هو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي منظمة قائمة على القواعد لدينا بروتوكولاتنا وقواعدنا ومستعدون لحمايتها لهذا السبب يقول رؤساء الدول أنه إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن الحل العسكري جاهز ومن جانبها أكد وزير دفاع غانا دومينيك نيتيال أنه لن يكون أحد في غرب أفريقيا بمأمن إذا أخذ القادة العسكريون رئيس النيجر رهينة سوف تضعون خطة لضمان تفعيل القوات الاحتياطية واستعادة الديمقراطية في النيجر لن يكون أحد في غرب أفريقيا بمأمن إذا أخذ القادة العسكريون رئيس النيجر رهينة وللمزيد من التفاصيل والمعلومات حول ما يجري الآن في عاصمة النيجر نيامي ينضم إلينا مفادة الحدث الخليل والدجدود الخليل أهلا بك إذن الخليل فيما يتابع المجرس العسكري في النيجر مباحثات غانا لدول غرب أفريقيا إكواس هناك حراك دولوماسي كذلك في العاصمة في النيجر نيامي حراك من قبل السياسيين الأفريقة مثلا وزير خارجية القابو بالإضافة إلى رجال دين من نيجيريا ما تفاصيل هذا الحراك صحيح سارة في التزامن مع هذا الاجتماع للقادة العسكريين لوضع الترتيبات الأخيرة لعملية عسكرية يعتقد أن الإكواس مصممة على القيام بها إذا فشلت الجهود السياسية والدبلوماسية للتواصل لحل سلمي لأزمة الانقلاب في النيجر بالتزامن مع هذا الاجتماع أيضا اللافت هو أن كنوات الاتصال الخلفية بين الإكواس وبين العسكريين الذين استولوا على السلطة بالقوة في النيجر لم تتوقف ولذلك في هذا السياق سارة تذكرين جهود رجال الدين النيجريين وأيضا سيارة وزير خارجية القابون الذي وصل في وقت متأخر للنيامي واجتمع مباشرة مع الجنرال جي تياني الرجل القوي في النيامي والعسكريين ثم غادر دون أن يتبين أي شيء بخصوص تفاصيل الاجتماع والمهمة التي جاء من أجلها لكن من الواضح أنها من بين المهامي الفرصة الأخيرة لتفادي انزلاق الوضع في النيجر نحو العنف ولتفادي تصعيد عسكري حسب المعلومات التي تريدنا قادة الأركان بصدد وضع الخطة النهائية لتنفيذ هذا التدخل العسكري الإقليمي لكن في المقابل هناك مصادر تحدث أن هذا الاجتماع وكل هذا التلويح باستخدام القوة هو ورقة من أوراق الضغط لدى الإكواس التي لا ترغب في اللجوء إلى استخدام القوة لكن في نفس الوقت تريد أن يمتثل العسكريون لمطالبها مطالبها هي الإفراج فورا عن الرئيس المعتقل محمد بازوم وتمكنه من استئناف مهامه الدستورية والعودة إلى النظام الدستوري الذي كان قائما قبل الانقلاب في حين العسكريون يشترطون أولا لدخول في مفاوضات مع الإكواس مفاوضات رسمية علنية للتوصل الاتفاق أن يتم الاعتراف بهم الاعتراف بسلطة الأمر الواقع وأن يتم رفع العقوبات التي يقولنا إنها قاسية ولا إنسانية وإنها تلحق الأذى البالغ بشعب النيشر إذن هو تتسع بين الطرفين والمواقف جد متباينة نعم خليل إذا ما ركزنا في مسألة إكواس أكثر الدول حماسا لأي تدخل عسكري نيجيريا وساحل العاج في حين الأقل الدول ربما حماسا في القارة الإفريقية هم مالي بوركينافاسو هددتا بالرد عسكريا في حال تدخل إكواس هل يمكن بالفعل في نيجر بحسب معلوماتك وقراءتك وكذلك متابعتك للوضح هناك أن يعتمد على مالي وبوركينافاسو؟ لا أعتقد المراكبون والخبراء الذين نتحدث إليهم يقولون إن مالي وبوركينافاسو ليس في وسعهما فعل الكثير من أجل العسكريين الذين يتعاطفون معهم والذين وصلوا إلى السلطة بنفس الطريقة التي وصلوهم بها وهي الانقلاب على سلطة مدنية متخبة مالي وبوركينافاسو فعلا من جوار النيجر لكن كما تعلمين سارة المثلث الحدودي مع النيجر الحدود بين النيجر وبوركينافاسو ومالي تنشط فيها جماعات متطرفة مسلحة ولا تخضع لسلطة أي من الحكومات لا يمكن لأي إمدادات أن تأتي من مالي بالنظر إلى أن داعش يسيطر إلى حد ما على هذه الحدود وينفذ يوميا فيها هجمات وقد صعد هجماته التي كانت داخل الأراضي المالية وفي بوركينافاسو صعدها منذ الانقلاب وأصبح ينفذ هجمات داخل النيجر قتل العشرات وجرح العشرات من العسكريين والآن هو يستهدف أيضا القرى والمدنيين في حين موازين القوى تبقى متباينة بين جيش النيجر وقوات إكواس دول الجوار الأخرى الجزائر وهي أهم دول جوار النيجر وهي إلى حد ما التي يمكن أن تشكل قوى موازية لقوات الإكواس الجزائر تنأى بنفسها عن هذا الصراع وترفض أي تدخل عسكري إقليمي وتريد أن يغلب الأفارقة الحلول السلمية والسياسية التشاد تلتزم الحياد بين الطرفين شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات نتابع دائما تطورات معك خاصة بعد صدور قرار إكواس غدا إن كان هناك بالفعل تدخل عسكري مينانيامي كنت معنا مفادة الحادث الخليل ودجدوش شكرا كذلك مينانيامي عاصمة النجر نظام إلينا الأكاديمي والإعلامي الدكتور حبيب بوري الدكتور حبيب أهلا بك على شاشة الحادث ومرة أخرى في الأخبار الليلة اجتماع غانا لكواس دول غرب إفريقيا اليوم يتحدث عن أن الحل العسكري مزال قائم لو فشلت الدبلوماسية ولكن القرار لم يتخذ بعد في انتظار أي قرار سيصدر عن المجموعة غدا هل تعتقدنا إكواس المجموعة الاقتصادية هذه ستتخذ قرار التدخل العسكري في النجر؟ لا أعتقد ذلك أولا أشكرك وأشكر المشاهدين المتابعين فيما يتعلق بالاجتماع الذي تم أقده في عاصمة غانا أكرا يعني من قبل أركان ديوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أعتقد أن هذه الجلسة والحديث عن التدخل العسكري والحديث عن وضع الخطة النهائية للتدخل العسكري في النجر لعادة النظام السابق أعتقد هذه ورقة من أوراق الضغط يعني كما قال مرسلكم سابقا لماذا؟ لأن حتى هذه المجموعة يعني إبارة 15 دولة وحتى الآن أربعة أو سلاسة دول هي التي ترتفع أصواتها وحتى هذه الدول هناك نوع من التراجع من قبل ناجيريا وأعتقد أن ناجيريا الرئيس ناجيريا لا يستطيع أن يتخذ قرارا للتدخل العسكري في الناجير لأنه يعرف جيدا أن هذا ربما يعني يكون سببا في إسقاطه أو ستكون هناك مظاهرات حاشدة ضده وهو يعرف أن أولماء الدين هؤلاء له وزن كبير ثم الجزائر هي ليست من هذه الدول ولكنها لها وزن وهي أقوى دولة عسكريا من الدول المجاورة للنيجر وهي أيضا ترفض التدخل العسكري وهناك أيضا بعض الدول كتوقو وغيرها من البلدان مواقفها واضحة أنها تقف ضد التدخل العسكري أعتقد أن ساهل العاج والسنغال ونضيف إليها بنين هذه البلدان لا تستطيع أن تقوم بالتدخل العسكري في النيجر حتى إذا كانت هناك دعم من قبل فرنسا وموقف أمريكا أيضا واضح مثلا أمريكا حتى الآن تدعو إلى الحوار إلى الحل الديبلوماسي وكذلك هناك روسيا موقف روسيا الرافضة للتدخل العسكري وهم يعرفون جيدا مراسلكم تهدس أن مثلا المراقبون يقولون أن مالي وبركي نافاسو لا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في مواجهة المجموعة الاقتصادية للدول الغرب الفريقية أنا أقول أن مالي وبركي نافاسو لا ننظر إلى مالي كمالي ولا بوركينا كبركينا إنما وراءهما روسيا عن طريق ممكن فاغنر أو بشكل أو بآخر إذن أي تدخل عسكري في النيجر ما دام المجلس العسكري رافض لهذا وأعلن أنه مستعد للرد هل فعلا أنت توقع تدخلا من فاغنر أو روسيا؟ نعم يصعب يصعب جدا إذا استخدموا الأقل والمنطق كيف إن كانت مالي مثلا الآن الجيش المالي في صراع مع حركات العربية في أزواد بوركينا فاسو ربما الجيش لا يسيطر إلا على العاصمة فقط في حين كل المناطق تنتشر فيها جماعات متطرفة خاصة داعش كيف يمكن للبلدين أن يتدخلا بشكل مساعد للنيجر في حال أي تدخل عسكري من إكواس؟ نعم يكفي أن مالي أعلنت أنها تقف مع النيجر وبوركينا فاسو كذلك إذن يمكن أن تريقهما الدعم الروسي أو الدعم من قبل فاغنر وفاغنر إنما نتحدث عن فاغنر نتحدث عن روسيا هذا الدعم يصل إلى الجيش النيجري والجيش النيجري يعرف النيجر جيدا جغرافية النيجر ولديها بعض من الخبرات ربما تنقصهم فقط السلاحة أما كرجال وكخبرة في المعركة لديهم إذا وجدوا السلاحة ربما هم ليسوا بهاجة إلى أن ينضم إليهم جيش المالي أو جيش بوركينا فاسو إنما المهم أي تدخل عسكري أعتقد هذا ليس لسالح البلدان المجاورة نعم دكتور حبيب في حال افترضنا نذكر فقط بأننا ننتظر قرار إكواس لم يتخذ بعد ولكن في حال قررت الدول المجموعة الاقتصادية لغربي إفريقيا إكواس التدخل عسكريا بفعل هي كانت تدخلت في كثير من الدول سابقا ليبيريا وسيراليون ما يعني بأن إمكانية التدخل قائمة بالفعل نيجيريا ألا يبدو موقف نيجيريا مستغربا خاصة لحجم التقارب الديني والقبلي مع الناجر الهوسة الطرق الصوفية بين البلدين نعم يعني موقف ولذلك الناجرية في موقف يعني لا موقف صعب جدا أنا أؤكد لك أن رئيس ناجرية ليس في وضعية يؤهله بأن يتخذ قرارا خرار التدخل العسكري في الناجر وهو يعرف هذا أكثر مني ولذلك أنا أستبعد تماما أن تكون دولة ناجرية طرف من مثلا قوة ناجرية قوة يعني من القوات التي تتدخل في الناجر هذا يسعب جدا نظرا للوقوف شعبي ضد هذه الفكرة وكذلك قيادات المجتمعية الدينية القوية التي لها وزن كل هذه القيادات أعلنت أن موقفها ورئيس ناجرية يعرف هذا جيدا ولديها مشاكل عديدة في داخل ناجرية وبدون ناجرية ولكن ناجرية أساسا تخذت خطوات قوية ضد الناجر بينها قطع كهرباء في حين الناجر تحتمد على 70% من طاقة الكهربائية من ناجر نعم نعم هذه كانت من العقوبات الصعبة جدا نتجها ناجر لماذا لا نتوقع الآن مواجهات مباشرة بين ناجر وناجرية صحيح صحيح حتى ما يتعلق بقطع الكهرباء وإغلاق الحدود هذه رئيس ناجرية اتخذ هذه القرارات دون العودة إلى الشاب دون العودة إلى البرلمان دون العودة إلى مجلس الشيوخ ولكن حاليا هناك مساعي وهناك محاولات جادة للضغط عليه لإعادة الكهرباء ولفتح الحدود هذه الضغوطات أيضا كبيرة جدا لأن القيادات الدينية والمجتمعية في ناجرية تعمل ليلة نهار من أجل رفع هذه العقوبات وخاصة إعادة الكهرباء وفتح الحدود هناك ضغوطات كبيرة على رئيس ناجرية إذن وهم أصلا كأنهم تجاوزوا قضية التدخل العسكري من قبل ناجرية إنما هم الآن يتحدثون عن إعادة الكهرباء وفتح الحدود أما بنسبة الكهرباء ناجر كدولة تستطيع أن تجد حلولا مثل ما حدث في مالي مالي أيضا ساري العاجي قطع وأنها الكهرباء ولكن بعد أقل من شهور شهر شهريني وجدوا حلا وجدوا بديلا ربما المسألة صعبة البنية التحتية وفقر الدولة وغيرها في سؤالي الأخير الخيار الثاني هو الدبلوماسية تبدو أن يجرب الفعل مستعدة لخيار الدبلوماسي رغم أن إكواس يقولون أن المجلس العسكري فقط يحاول أن يكسب بعض الوقت لتثبيت الانقلاب أنا أرى أن الحل الدبلوماسي هو الحل المنطقي والأقلاني حقيقة وهذا يمكن جدا إلا إذا كانت هناك مثلا ضغوطات غير عضية كما نشاهدها من قبل فرنسا وفرنسا الشعوب المنطقة يعرفون جيدا أن فرنسا لا تسعى ولا تتهرك من أجل مصلحة النيجر أو بازم أو شعب المنطقة أو شعوب المنطقة إنما من أجل نفسها ولا أعتقد أن رؤساء هذه البلدان تقبل أن تكون خادمة أن يكون في خدمة فرنسا إلى هذا الحد لأن أي تدخل عسكري يخرب ولذلك الحل يتمثل في الحوار وفي طريق الدبلوماسية والمفاوضات شكرا هذا هو الحل المنطقي والمقبول ويمكن جدا شكرا جزيلا كنت معنا من عاصمة النيجر نيامي الأكاديمي والإعلامي الدكتور حبيب بوري لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر